احنا المرة اللي ثاتي كنا تكلمنا في موضوع الفلتر وعرفنا الفلتر لو انت عندنا هنا مثلا هنا مثلا فيه سيرفلت وانت هنا الكلائنك بتاعك اهو لما يجي يبعث request طبعا بيبعثه للcontainer الcontainer بياخد request ويبعثه مين للسيرفلت بتاعتك عرفنا ان احنا ممكن نحكم في حاجة هنا هو الحاجة اسمها ايه؟ فلتر بحيث ان احنا نعدي اللي احنا عايزينه وما نعديش اللي احنا مش عايزينه وقلنا كمان احنا ممكن تعمل dispatcher فين في الفلتر بحيث انت توجيه لمكان تاني او ممكن تعمل redirect وقل له روح قولي للclient يبعث request ثاني على صفحة ثانية يعني ممكن تعمل dispatcher ممكن تعمل redirect على حسب الحاجة اللي انت ايه اللي انت عايزها وعرفنا انت عندك اتنين فلتر مين اللي بيتنفذ الاول بناء على ترتيبهم فين؟ في الwood.xml النهاردة ان شاء الله عايزين نعمل كده ايه؟ بروشيكت الزير بالسيرفلت نتطبق فيه موضوع ايه؟ الفلتر ونتعلم منه حياة جديدة بصدنا معي هنعمل بسلا project java web application next هنسميه ايه؟ هنسميه login project ee login ee login a project roll next الابتشيكت ماشي كده انت عملت ايه؟ كده انت عملت مشروع فيدي عايزين نعمل فيه ايه؟ ركز كده معي واشوف انا عايز اعمل ايه؟ حاجة بسيطة ايه بصد بصد انا عايز اعمل صفحة هنا صفحة الهتم اللي هنا هحط فيها يوزر نيم و باسورد يوزر نيم و باسورد وزرار اوكي زرار اوكي ده لما يتضغط عليه هيبعت الريقوست لمين؟ لسيرفلت السيرفلت ديان ووظفتها اللي هي في عمل ايه؟ تاخد اليوزر نيم والباسورد تاخد اليوزر نيم والباسورد اللي اليوزر دخلهم هنا ولكن مثلا هنا هنسميه usr وده هنسميه باسورد تاخد اليوزر نيم وتاخد الباسورد وتشيك هل هم مابابدين في داتا بيز ولا لا؟ هتقول لي انت هل احنا نعمل داتا بيز؟ هقول لي اه المشروع ده هنتضمن داتا بيز ونشوف هنتعامل مع داتا بيز ازاي طفل الشكل على ايه داتا بيز اصبر هتعرف دلوقتي طيب وبعد هين؟ هيتشيك الراجل ده موجود ولا مش موجود هنسمي ديان مثلا لوجين سيرفلت لوجين ايه؟ سيرفل وهتشوف الراجل ده موجود ولا؟ مش موجود لو موجود هتعمل object وتحط في بيانات وبعدين تحطه في station شايفين الخطوات؟ يبقى دلوقتي لوجين سيرفلت هتشوفه هو موجود في الداتا بيز ولا لا وبعدين هتعمل object من class customer وتحط في بيانات ده لو موجود يعني وبعدين هتحطه في ايه؟ في station دي الحاجات اللي لوجين هتعمل وبعدين وبعدين هتعرض هتعرض لليوزر تقول لي welcome فلان welcome فلان ديا ايه؟ هكيبقى سيرفلت تانية سيرفلت دي هنسميها welcome سيرفلت بحيث هتبعت لها dispatcher هتعمل dispatcher على السيرفلت دي تقوم السيرفلت دي تظهر لليوزر تقول لي welcome يا فلان وصلت لفكرة هتقول لي دي حاجة شبه اللي بيحصل في الفيسبوك هقول لك بالضبط شبه اللي بيحصل في الفيسبوك المشروع ده سيرفلت هنعمله كله بالسيرفلت هو هو ممكن نعمله بالجي اس بي ان شاء الله وصلت لفكرة طبعا مع اختلاف والسهولة هتبع في الجي اس بي مختلف طيب تعالي اشتغل في المشروع ونشوفها نعمل ايه بس كتابعي اي المشروع اتعمل اوه تريد اليمين نيو html html page هنسميها مثلا هنسميها login page ونقول له finish قادر html اتعمل طيب وبعدين هنروح هنا اوه ونقول له login to system ده العنوان بتاع ال page وبعدين هنحطه format طيب الافشر هيروح لمين لسه الله اعلم طيب وبعدين هنحطه هنا user name user name وهنحطه وهنسميه وهنسميه usr user وبعدين هنحط جمي منو password ونحط جمي منو input text بتاع ونقول له اسمه pass وبعدين هنحطه بعد منو على طول الزرار اللي هو ليه submit صدار هنكتب عليه login ونقول له اوك الصفحة دي بتروح لمين زي ما احنا قلنا بتروح لسرهلت فين السرهلت اه ثم ثم هنسميها login login servlet طبعا هنعملها باتج اسمه servlet ونقول له l url نحطه بالبررة نحن finish ثم اوه نقول له action بيروح لمين اللي سرهلت اللي سرهلت فيه لازم تبقى امركز وانت شغل بتعمل ايه؟ اول حاجة بتستقبل القيام اللي جاية بتستقبل القيام اللي جاية فينه القيام اللي جاية؟ هنقول له مثلا string pass بيساوي request . جيت برامتها اسمه ايه؟ احنا عملينه pass وابعدين string ايه؟ name ال user name يعني بيساوي request request ب جيت برامتها اسمه usr فينه انت معك ال user name وفينه انت معك الباسور وبعدين يبقى اول حاجة انت كده جبت البيانات انت كده استقبل seize data خد انت استقبلت البيانات وبعدين عايزين نعمل بقى ايه؟ عايزين نعمل بقى ايه؟ عايزين نعمل database ونشوف الراجل ده موجود ولا؟ مش موجود صحة ولا اقا كده يبقى connection على ال database ماشي قبل وقت المفروض بقى نشوف داتا بيس دي هنعملها ازاي؟ صحة ولا لا انت الممكن تعملها بأي database انت عايزة يعني ممكن تعملها باريكان سيرفر ممكن تعملها بـ MySQL ممكن تعملها بـ MySQL ممكن تعملها بـ SQL Server اي database انت عايزة ولكن انا عايز مثلا اتعلم معاك حاجة مهمة جبا فيه database اسمها ايه؟ Derby database روح على service روح على زر service ستجد جزء بتاع database هنا في الاول افتحه ستجد جوافة database بص مفيش حاجة اسمها الـ database Java الـ Java عبارة عن يغط برمجة مهيش database ولكن عملت امدد الـ database فيه database موجودة فيه database موجودة امدد جوا jdk سبعة لما تنزل jdk جواة jdk جواة database دي اسمها Derby database الـ database سهله وانجين سهله يعني تقدر تتعامل معاك لان فيه بعض الناس يقولك ايه؟ وانا لازم اعمل اصطف الـ Oracle Server لازم اصطف الـ SQL Server لازم اصطف الـ SQL Server لازم اصطف الـ MySQL ولا لا انا عايز حاجة خفيفة دي حاجة خفيفة وتقدر تلجزك في المشروع بتاعه والتعامل معاها بنفس القواعد لازم بقاليها driver وهنعرف نجيبهم من ولازم بقاليها url اللي كنت عليها يعني مكيش فيها مشكلة طيب نعملها ازاي؟ او بنعمل الـ database ازاي؟ اهو اقول تاني اهو ده الجزء بتاع الـ Projects روح على surface روح على surface تلاقي حاجة اسمها Java database قلنا اللي Java ما هياش database ده هي عبارة عن لغة برمجة ولكن ايوة بينزل في الـ GTC بتاعها embedded database سهله في التعامل ازاي؟ هروحه هو عاملك sample يعني حاجة بسيطة لا انا عايز اعمل database لي انا هقول له create database database عايز سميها ايه؟ هسميها webdb webdatabase طيب اليوزرنيم السكيمة هيبقى اسمها ايه؟ سميها اي حاجة روت والباسورد روت اليوزرنيم مثلاً ممكن نسميه روت والباسورد روت برضو وهنا برضو هيبقى اسمه روت شو بتنزل فين؟ بتنزل على C users الاداح .net beans minus derby لو فتحت المسار ده C اهو على C users الاداح اهي مش هتلاقي جرميل sample بس لكن لو ربنا قرم وعملته اوكي هيعملها الهو هيعملها الهو تعمل اهي 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 اتعمل نروح في نفتح الفلدر بتاعك اهي ووضي الفايلات بتاعك ووصلت الفكرة بس ومعاديين بعد اين؟ هروح اعمل تعمل 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 سين اسم سمي اسم الكثرا JIM بالتعمل حيز تعمل بن nue name اقل اه يريد الوزر نيم ايه هيبقى فارد شار برضو يعني فيه فارد شار تاني معناها حرفي وهقول له عشرة طيب والباسورد هنخليه برضو فارد شار ونخليه برضو عشرة موافع الكلام ده الاعمدة هي والحجم بتاع كل واحدة وصلت الفكرة الـ ID is numeric و ال name is varichar 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 موافع الكلام ده تمام تمام اوك اوك هي الجدوى اللي تعمله وصلت الفكرة طيب لو انت حضرتك عايز تشوف البيانات او تدخل فيه بيانات طبعا بعد ذلك ممكن تعمل بقى مجموعة من الجدوى وصلت الفكرة موضوع سهل زي ما انت شاء طيب وبعدين كليك يمين على الجدوى الـ VU ديزة عشان يوريلك البيانات VU A data لو انت عايز تضيف عموك جديد مفيش في مشكلة طيب بعدين VU data هيكتوب لك هو جملة select ويوريلك البيانات طبعا مفيش أو select تأثرك from customer مفيش بيانات عايز تضيف اهي طبعا ممكن تكتب جملة insert هنا نبس احليا وتكتب جملة insert ويعني تكتب اوامر الـ SQL زي ما انت بتعود عليها مفيش فيها اي مشكلة خلص insert و delete و update و select و كل حاجة وممكن تعمل جوين و اللي انت عايز و alter table و create table اعمل اللي انت عايز و بعدين عايز تنفزها من هنا رنع فيها ينفز الاوامر اللي انت عاملها طبعا مفيش و بعدين عايز تضيف عمود عمود اهو القيمة الـ id 1 اسمه ابراهيم الـ password و username الـ username الـ username 1-2-3 و الـ password 1-2-3 موافع الكلام ده او مشكلة او موافق اهو لو قفلتها يبقى هذا خلاص يعني يعني الدنيا خلصت لا اهو و في u data لايه موجودة وصلت الفكرة طيب و بعدين طيب انت تلقى هست data base بتاعتك اهو في ماء ايه بعدين في المشروع بتاعك المشروع بتاعك المفروض يعمل connect على الـ data base و معنى صح السيرفل بتاعتك مفروض تعمل connect على الـ data base طبعا كـ design في المشروع بتاعك انت المفروض تاخد الكود اللي هيعمل connect على الـ data base وتعمل في ايه في الـ class تاني بحيث الـ class التاني دي لما تعوز في اي وقت تعمل connect على الـ data base تداد عليها وتعمل منها اوجه ده الكلام المفروض اللي يتعمل ولكن احنا عشان نسهل الموضوع شوية يعني ايه هنكتب الكود تحت بعضه محسي بقال ايه الافقار كلها تحت ايه بعضها لكن اكرر طبعا المفروض تاخد الكود بتاع الـ data base تحطه في ايه في الـ class الواحده هو مثل وكلما تعوز تعمل connect تعمل ايه تعمل ايه تعمل ايه تعمل object وتنادى عليه وصلت واحد يقول لي طيب هالسيرفل دي برده يا رش مهندس كل ما بعت لها ريكوس هتعمل connect على الـ data base اقول له انت صح انت صح معاولا لما اكتب الكود المفروض انا هكتب هنا كود الـ connect على الـ data base ما ينفعش تعمل connect مرة واحدة ونخلص طبعا هو ده اللي المفروض يحصل وهو ده التعديل اللي انا هعمله بعديل يعني امشي معايا بس خطوة بايه بخطوة ده كلام السليم اول معايا يا شباب طيب عشان نعمل connect على الـ data base اول هروح اما اولا بس ببدايا اعمل import الـ data base اول حاجة زي ما احنا عارفين بالروح اه انا بس ايه ناخد الكود اه format statement stmt بيساوي 0 ومعد ايخينا result set RS بيساوي 0 ونشوف اول حاجة طبعا ده تبقى ايه derby derby data base طيب ومعايا هنا المفروض نعملها هنا برضو derby ur تعال تشوف خطوة خطوة دلوقت انا عملت ايه اول حاجة انا استقفلت البيانات وبعدين هعمل connect على الـ data base كنت دوا ايوة المفروض زي ما احنا قلنا هدي بقى فيه تعادلات يعني مش كل مرة هيجيلها request يعمل ايه يعمل connect بس امش معي خطوة خطوة عشان تفهم الموضوع بشي ازاي ومعدين عملنا وعملنا result set الاول ما اول حاجة هيبقى بنال ومعد كده بنحمل الدرايفر الدرايفر ده بتاع اوريكل طب انا عايز الدرايفر بتاع مين بتاع شوف هنجيبه ازاي شوف هنجيبه ازاي شوف هنجيبه ازاي بص بص ولا تعمل السيرش عنك ولا حاجة اهو click يمين properties ومعد اين هتلاقي درايفر اهو 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 بس خلاص خلص اهو ده الكلاص اللي انت المفروض تحملها هكقولي طب انا المفروض اجيبها صح هقولك اجيبها ازاي شيني بس الكلام ده اهو كده الدرايفر بتاعك الكلاص اسمها client driver المفروض بقى تجيبها صح لو اتعمل لها امورت في المشروع بتاعك هنشوف هنجيبها ازاي دلوقت فنجيبوا بعدين مين نقص لك ال URL ال URL اللي لاوان ال connect اهو click يمين برضو properties ال URL له اهو 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 و بعدين ال username root وال password root بالضبط و بعدين هنجيبها ايه نعمل ال statement كنت ممكن تعملها ب prepared statement زي ما انت عايز شرحنا ايه الفرق من الاثنين بزمان prepared statement بيمكنك انت تتخزن القمة اما الطريقة دي كل مفعوز تعمل execute query لازم تكتب الامر ايه كمان مرة انا هنا هعمله كمرة واحدة فخلاص مش مشكلة ممكن نستخدم هذي الطريقة عملنا ايه حملنا driver و بعدين عملنا connection و بعدين قلتله create statement اللي هي والي ايه اللي هو ال STMT ده اللي من خلاله اقدر انفذ الامر اللي انا عايزه من خلال مثل اسمه execute query و لو كان امر insert او delete او update بمقولش execute query بمقوله ايه execute update بالزبط اما لو كان امر DDL اللي هو ايه create table بستخدم مثل اسمه ايه create بس بديا عشان اوامر select create execute query عشان اوامر select فيه مثل التانية بقى تهيئة اهي da ctmt ده علشان امر insert اوامر DML اوامر ايه دي ام اوامر ايه دي ام اه ام لو انت عايز تنفذ امر من اوامر DDL اللي هو مثل المتعلق ال الالتر والدرب عشان تمسح جدول عشان تمسح جدول بنتستخدم ايه execute طيب احنا عايزه select اوامر ايه query هكلي كل البيانات من جدول الام لا 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 مش من جدول الام بقى الله من جدول ايه سأخذوا copy سأجدوا كل البيانات من جدولها سيجيب لك كل الناس سأخبروا where where is the username where is the username user name هذا صح بيساوي إذا جمب منه سنجده خوتيش وهم لازل جمب منها بالضبط وهم لازل جمب منه single a and إذا جمب منها أقول له and password like like لازل جمب منه user name like single single وهم لازل جمب منها password وهم لازل جمب منها single وصلت في فكرة موضوع single quotation دوان حد ذلك من الجزئية دي بص أنا مقل له مفروض أقوله select بس او من الجزئية من الجزئية من الجزئية الوزرنم يساوي في الـ يجب أن أضع single quotation ومعا كده أكتب له الاسم إبراهيم أما الأرقام لا تضع بين ومما أني دول حروف يجب أن أضع single quotation بص ما حصل النام النام هو إبراهيم عملت لازل جمب منها مين single quotation وصلت الفكرة لماذا؟ عشان الأمر عندما يتنفذ يبقى صح لكن لو من غير single quotation أمر الـ مش هيتنفذ ماشا شباب طيب طيب أكد من الأمر select وضع كل بيانات من جاتبها الـ 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 like يعني زي الـ الـ and بس ومعا ومعا الـ password like اوه الـ ماشي الكلام صح؟ تمام الـ result has next يعني يعني هناك بيانات يعني هذا الرجل يتكلم صح يعني موجود بالفعل قبل أن هو موجود معناها موجود لو موجود يعمل لا أول يعمل object من class customer ليه عشان احتفظ ببياناتك أنا أريد اسمه أريد صلاحياته أريد زي ما الفيسبوك يعمل تجد 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 بياناتك في جميع الصفحات وصلت الفكرة فهو جاب البيانات وضعها في object وضعها في station فأنا أريد أن أفعل ذلك كليك يمين new java class سأسميها customer وضعها data طبعا سوف يبقى ويقول له وبعدين أول شيء private string اسمه لا أريد اسمه وبعدها private افرد أريد ال id يبقى id وضع center و insert food وضع center getter للخصائص كده تمام كده c c c c c c وضع name اسم 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 rs dot get int لقيمة الصحيحة العمود اسم العمود اسم العمود اسم العمود idd و y نضع اسم name اسم العمود شيء صحيح سوف يطير c c a id سأقوله result set. لا. result set تحتوي على بيانات الصف سأقوله get hatley القيمة integer العمود الاسمي وضعها وصلت الفكرة شباب عمل object و بعدين سأقوله request hatley extension جاب لك استشيئ بعد ما جاب لك استشيئ سأقوله attribute باسم cost min c وصلت الفكرة نقول كمان و انا عملت ال driver و بعد ما عملت ال driver عملت ال connection بس اخذ ذلك ان انا جبت اسم ال driver و جبت ال url و بعدين عملت ال connection عدتها بيز و بعدها عملت ال statement و بعدها نفست الجملة بالقواني اللي ايه بتاعت ال database لازم ايه single condition اما لو كان رقم ما بيانزام ما بحطتش single condition ماشي و بعدين هقوله لو موجود لو موجود اعمل اوهجم عملت object اه حطيت في البيانات من خلال ايه لما يرجع جملة اذا في ال query بترجع بحقية اسمها result set بتجيب كل البيانات وتضعها هنا طبعا هنا هيرجع بصف واحد next ينزل يقف على الصف و بعدين وقف على الصفة و اقول له هاته القيمة الصحيحة بتاعت العمود الذي اسمه كاز هاته القيمة هاته القيمة النصية بتاعت العمود الفلاني هاته القيمة العددي الصحيحة بتاعت العمود كاز وبعدين حطيته ال object وبعدين حطيته ال object على انه وصلت الفكرة طيب وبعدين لا هتعمل حاجة مهمة ايه مش هزهر ناتج لليوزر اما ده انا هروح اه لو موجود هروح اقول له ايه هعمل requestDispatcher request. requestDispatcher get requestDispatcher اه على يو ار ايه اللي انا هكتبه دلوقتى اللي هو متاع تولقى اللي هي ده لو انت فاكر معايا اللي هي ده اه اوه اطينا عمل كل حاجة اوه عمل data base جابه عمل object ومعين كده حطوا في استشن وهيعمل dispatcher واتدخلو رحم كام اربعة اللي انا بعميلها دلوقتى هاي وبعدين هقول له ي هقول له requestDispatcher requestDispatcher وبعدين اقول له ايبقى V.forward. ابعت. ابعت. على مين? على ال URL ده. أقوم بت Very wojewerl بقة هاها اسمها Welcome. ونضعها في البج ونضعها في البج ونضع الوضع ونضع الوضع ونضع الوضع ونضع الوضع في اللوجن قبل أن تنسى ونضع الوضع وصلت معا شباب أي سؤال؟ قبل أن نذهب إلى اللوجن هناك شيئا مهمة يجب أن تعملها هذا الـ Driver هذا الـ Driver لو عملت Run سيطلع لك error ويقول لك هذا الكلاز ليس موجودة فأنا يجب أن أجيب الـ Library أجيب الـ Library أجيبها من الـ نحن أكتلك التي تنزل إمبادت مع مين؟ مع أسجدك إيه؟ صح كده؟ شوف ما أجيبها إزاي؟ نحن نضع معي على المشروع هذه الـ Fultures المشروع الـ Web page الصفحات التي تعملها وفيها كمان الـ Web.A.Inf اللي بيحتوي على الـ Web.XML ماشي هذه الـ Source للتواصلات التي تعملها ماشي الـ Libraris هي الـ Libraris التي تشغل عليها في المشروع أهم شيء جديدك هو الـ Abache أنا أريد أن أجيب الـ Library جديد أريد أن أجيب الـ Library جديد أعملها كيف؟ تريد أن يميل؟ Add Library Add Library معناها إيه؟ يزود Library جهزة يزود Library جهزة داخل الـ NetBeans أنا أريد أن أجيب فعل من ضررة أقول له Add Jar Add Jar أهو أهو أقلق يمين؟ Add Jar وبعدين وبعدين مص ونقف على الـ C Add C أهو أخش على الحاسبه Program File أهو Program File أهو وبعدين أخش على الـ Java أهي من الضبطة من أجيلي 7 طبعا أنا أنصحك أن أنت تصطب NetBeans 7.4 ماشي وأنصحك أن أنت تصطب مش هينزل غير لو إيه؟ تصطب جهزة 7 تصطب جهزة 7 تصطب جهزة 7 الأول وبعد كده تصطب الـ NetBeans ماشي خش على جهزة K هتلاقي حاجة داخلها اسمها Database وبعد كده تنزل Embedded موجودة داخلها Database أو تخش على Database وبعدين أخش على Library هلاقي حاجة هنا اسمها إيه؟ اسمها Derby Client Derby إيها؟ Client أوكي أوكي أمي كده تضافها بيضيفها طيب نضيف واحدة كمان برضو دي كل الـ Driver بتاعك Derby أوكي أنا قوي حالي ضيفت إيه؟ Derby Client بعد كده ضيفت Derby أوه بيضيفها تحت وصلك كده؟ كده الدرايفر ده ما موجود أوه لوقيت ما دورت عليها أرج أباتش Derby أرج أباتش Derby أو كلها أرج أباتش Derby JDBC JDBC أو JDBC جواها Client Driver افتحها كده؟ جواها Client Driver أوه وصلت في فكرة فأنت لازم تحطها معاك عشان يلاقيها وعرفت إزاي يزود Library ماشي قربة إيه؟ ماشيين اهو في المشروع خطوة بإيه؟ بخطوة ماشي وبعدين كده هيروح ينادي على الـ Welcome إيه؟ سيرفلت طيب الـ Welcome سيرفلت بقى هتعمل إيه؟ ولا حاجة هتقول لـ Welcome فلان زي ما الفيسبوك بيعمل معاك Welcome فلان ويجيب حاجتك بقى طيب نجيبها إزاي؟ بص لا بص 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 إلا هيحصلوا أول حاجة ileícios لغيت عليها ويجومomma ايه ايه هتلي إيه؟ ثانا هتلي الاتريبيوت اللي اسمه cost وهو يترجع بوجه بس أنا עرف ل Email ترجع بوجه من كلاس customer يبقى são customer customer ايهو سي بيساوي واعمل كاست كمان اهو اهو عرفت منين اهو اسم الاتريبيوت انا حطه بان دي اهو كاست اهو وصلت اهو خد بالك وانت شغال لان لو خيحة غلط مش هيشتغل ماشي كده طيب وبعدين ادي كاست بقى طيب عايز اعمل اي بقى اقول له ولكم بقى اقول له اللي انا عايزه اهو اقول له ولكم فلان اهي اقول له انه هو بقى اقول له واسم اتش ثلاثة سلاش اتش ثلاثة اقول له هنا ولكم فلان اقول له ازاي فلان دي اقول له ازاي فلان دي ايوه اقول له سي بوت جيت ايه هه هكت لي اسمه كده جاب لك اسم وصلت اهو ده الحد كده الدنيا ماشية بهذه الطريقة ماشي طيب بعد اعمل رن ونشوف روح اعمل رن هدخل هنا مثلا واحد ثلاثة واحد ثلاثة واحد ثلاثة بجلبة صور وقول له لوجين بجلبة تعمله في الفيس اهو لوجين بص اي اللي هيحصل اه بص على الرسم عشان تبقى ايه اهو لوجين ايه وصلت الفكرة شباب في اي مشكلة في اي مشكلة ايه يحبز اللي ايه يبقى من نوع ايه بوست يحبز اللي ايه يبقى من نوع ايه بوست بعدين ام فتح بروزر اي بروزر ام راح اعمل كده ماشي كده ماشي كده المفروض يمشي بايه يمشي بالاصول ايه هي الاصول غير كتب يوزر نيمو ايه وبصر لا راح اعمل ايه راح خاد اليورل بتاع ولكم على طول يعني عايز يخش هنا على طول بص بص اهو المفروض يجي هنا يعمل لوجين يخش هنا عشان يجيب بيانات ويفتح ولكم لا يعني عايز يلعبها ازاي يقوم رايح فتح بروزر بعد ركوست على طول مين للسيرفل الدي المفروض السيرفل الدي ما تفتحش انا لو اليوزر عمل ايه لوجين صح غلق اه لا ده عايز يعمل كده بص ده عايز يروح على طول على اليورل اللي هو ده اهو 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 يقوم حطه كده اهو كده بعملش لوجين نخط ده صح غلق اهو يقوم اقتل انت ليم؟ طبعا لا لأ وصلت? اه لا انا عايزي ات potencial 100% اللي محطة ايها율 يوزر ده قبل قبل ما الولكم تفتح قبل ما الولكم تفتح وقبل اي من له لازم تتكد اذا كانوا الرجلي ده من موجود ولا مش موجود قبل ما clauses غلق بقبل ما نقوله ايها ужر يوزر ده لازم اتكد الرجلي ده موجود مش موجود ده حقي Engineering طيب نعملها صبعا هو هنا طلع ايه error لان السيرفلت لما كنفزت ملقاش كاسمر فقال لك null by enter exception هاي welcome data by welcome سيرفلت طلعت ايه null by enter exception صحة طب نعمل ايه في الحالة دي يا مهندس اعمل ايه او ما يقول له له قبل ما يعرض البيانات قبل ما يعرض البيانات اقول له لو اف لو ايه لو السي بيساوي يساوي نال يعني ايه بيساوي يساوي نال يعني لو راجل مش موجود ما هانا دخلت على السيشل ملقيتش حاجة معنى تلاه اللي هو معداش على مين معداش على اللوجين دي صح او لا اللوجين دي هي اللي بتحط في السيشل اعمل ايه اعمل ايه اعمل رضايرت صح اعمل اقول له response dot send redirect ابعت على ايه على صفحة مثلا ولا يكون اسمها error login dot html هتقول لي هيا فين error login دي هقول لك اها اه اهي click mean u html اعمل ايه اعمل ايه error ايه login اقول له finish هاجي هنا مثلا اقول له ايه اقول له h2 slash والله h3 مش مشكلة ماشي slash اوه اقول له please login please login ممكن تحطونه هنا بقى مثلا ايه 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 اتشرف ماشي ثق وبعدين تقول له slash ايه do login page ايه ما هي login page ايه ما هي login page ها صح ليش سم اه صح او ده لا بالزبط طيب لو ده حصل ايه اللي يحصل بص 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 يا رعاية اه welcome واحدة كده error ايه error login هي اللي ايه هي اللي ظهرت ايه error login هي اللي ايه اللي ظهرت ايه اهو تعال بقى ايه نكمل نسبة حقود بتاعنا لو انا قلت له مثلا ايه لو السي بيسوي نال هيعمل ايه response redirect طيب لو هو ما هواش بيسوي نال إلس غير ذلك يعمل ايه ياخد بقى القود ده اهو عشان يقول له welcome صحة لا نعمل formal وصل اهو لما اترحت اتعمل run انا هنا هبعت request مباشر على مين على welcome يعني كاني بالظبط رحت عملت كده امت رايح ايوة بقى request request مباشر على مين على welcome لو بعت لها request وصلت الفكرة افرد انا بقى ما عنديش login بس ركز بقى في الكلام احنا في ده عملناها هوا طيب افرد ما اقول ايه بقى افرد انا ما عنديش login بس بمعنى انا عندي هنا welcome ايوة ما عنديش انا ايه welcome بس امارج انا عندي سيرفلت welcome وسيرفلت كمان وسيرفلت كمان المفروض السيرفلت كمان اليوزر ما يقدرش يوصل لها إلا لما يعمل ايه login وصلت الفكرة يبقى welcome ماشي فيهمناه افرد فيه بقى عشرة زي welcome ما ينفعش اليوزر يوصل لهم من غير ما يعمل ايه login لازم اتشكي الاول هل السيشن فيها هذا الوجيكت ولا لا اعمل ايه هاعد دقى في كل سيرفلت اشوف لو السيشن تحتوي على الوجيكت لو السيشن تحتوي على الوجيكت لو السيشن تحتوي على الوجيكت طب وليه ها حد يعرف الفكرة طب ما انا روح اعمل ايه فلتر صح ولا لا الفلتر ده يتشك هل السيشن فيها او لا لو فيها خلاص يخش لو ما فيهاش لا اسف سوري مش هيعد صح ولا لا نعملها ازاي اصبع اهو اروح اعمل فلتر يلخل اصبع ماشا كده ونقول له login filter وصلت الفكرة الوجين filter يعجب ما هي ماتج اسمها ايه filters ماشا كده ماشا كده ونقول له مثلا سيرفلت ماشي ممكن تربطهم باكتر من سيرفلت زي ما احنا قلنا وممكن اربطها في المشروع كله هنا مثلا اقول له ايه دك اقول له لا اربطها لي بولكم ايه ها ولكم سيرفلت وقل له لكست وقل له فنش وانا ايه حصل ركز معا بقا ايه حصل هروح فقا في الميسوت بتاعتنا اهي مش عايز الكود اللي فيه نرى هقول له ايه بقا هعمل نفس الكلام لنشوف شوف شوف لبقل له يا ريكوست . جس هشان فين جس هش موجود مفيش ليه قلنا الكلام ده بمرة اللي فات لاني نوعه ايه سيرفلت ريكوست انا روح اعمل كده اوه لو انت ناسي روح تذاكر الفيديو اللي قبل ده بتاع مين بتاع الفيلت هقول له ايه هقول له ايه هقول له ايه تش تي تي بي سيرفلت ريكوست ريكو بي يساوي بي يساوي ايه بي يساوي اعمل بس كاستن اعمل كاستن مين للريكوست هقول له ايه هقول له ايه اول مرة نعمل نعمل الريس بومس يلا هه 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 اتش تي تي بي سيرفلت 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 ريس بونس ريز بي يساوي ايه سيرفلت ريس بونس ونعمل ايه قصد المين للريس بونس وبعدين هقول له ايه هقول له ايه هقول له ايه ريكوست 돈 جيس سيشن اى هاي جيس سيشن اه هى جيس سيشن صهرت ايك بشي؟ شايف موجودة فيين؟ موجودة في موجودة في اتش تي بي سيرفلت ايه؟ ريكوست احو، هقول له هتلستشن ضد جيت اتريبيوت هاتلي اسمو هؤ كاست غير قمو الاتريبيوت اسمو كده ولا لأ؟ اهو لا تأخذها كما هي صح مجم ما نعمل نكتبها نعمل كنطرول في ونعمل امبورت هو عملها امبورت ماشي كده اهو بس هنا اقول له ايه ماشي كده اقول له ايه ها هات الانتريبيوت اللي اسمه ايه ها هكقول لي الله ثم نفس الكلام بقى صح اهو هقول له لو السي بيسوي ماله لو السي ماله بيسوي ايه ها ماله يعمل ايه هقول له يا ريسفونس لو سبحت روح اعمل ايه ريضايرت تعلقيني احنا قلنا مرة اللي فاتت انا ممكن اعمل ريضايرت عادي مش فيها مشكلة اهو ماشي كده خلاص إلس غير ذلك ايوه اربوخ روح اعمل ايه ها شين نضو ايه ها يروح على ايه يكمل بقى الحلقة بتاعته يروح على ولكم صح هذا لا وصلت الفكرة عشان اكد لك اللي هي هتتنفز اهي هقول له مثلا ايه بص اقول مثلا اس اوت فلطر عشان تعرف ان هي تنفزت ماشي كده اهي تنفزت تنفزت وصلت الفكرة تنفزت تروح بس هنا على ايه تعمل لها ايه مش السيرفلت فكرتها يا جماعة فكرتها ان انا لو عندي بقى اكتر من سيرفلت ما عودش بقى اكتب الكود هنا وهنا وهنا انا اعمل فلتر اكتب فيه كود مرة واحدة خلاص وهو يعمل فلتر ده وصلت الفكرة شباب كده كده يبقى انك استغلت الفلتر استغلال مناسب هتقول لي افرد اليوزر ماشي صح خلاص يبقى رام لو ماشي صح يبقى بش يخاف من حاج اهو 1-2-3-1-2-3 لوجين عادي وصلت الفكرة شباب وصل اي سؤال اي سؤال تبقى احنا يعني ايه عملنا ايه ايه سيمبل لوجين بروشكت لكن في حاجة بقى احنا كنا اتكلمنا عليها في اول الفيديو ايه هي بس كده عاية نقفل بس كده كل حاجة نقفل بس كده ونرجع بقى ايه عشان ننظم الكلام انا معي الوجين بيجا الوجين بيجا بعتت على ايه على الوجين سيرفلت طيب برافو وبعدين الوجين سيرفلت عمل الوجين سيرفلت عمل الكنكتة ايه واحد يقول لي ايه يقول لي مهندس يعني معنى كده ان انا كل ما بعت ريكوست لازم تعمل الكنكتة هقول له اه الكود انت كتبه ده يعمل كده هو ده ينفع لا طبعا ما ينفعش انا عايز خد بالك من الكلام انا عايز الامبليكيشن لما يشتغل يعني ايه الامبليكيشن لما يشتغل ايه الامبليكيشن لما يشتغل ايه ايه يقوم يعمل كونكتة مرة واحدة ويضعها فين في الكنكتكست ركز الكلام كويس وصل انا الوقت عند السيرفل اللي هي الوجين المفروض اللي هي تعمل كونكتة على ايه على ده بيس كل الحصول حسيني تقوم الص Lloyd اللي هي durch قمنا للإبقاء المخبض الطوع يجب كمان اشتغل مختلفfert وعند المخبض ثانية هي كمان اليوم يجب في بوضع الموح adash وعند ihre bar construction يجب في جهاز على الوضع مع الوضع على الوضع شفюด الوضع مع الوضع بياناتي مع الFLżur ommar Lions Core بالفعل،، ياتيلة من صو 동안 الهواء للدتباس ويضمت屏ان. عند أحد يستطيع تلك الو lamкиd يستطيع العمل يليس من مرة واحدى وليس من الآخر ولا يتجذي الحمل بلا شهر inscrever بدون الكنتينر يملكه بدون الكنتينر تأتيه دين من الكنتينر كنت أول ما هو الطريب بدون الكنتينير ثم أتتحدث عن communications ماذا قال listeners listeners من خلالها أقدرا ديعنا أعرف مهماонд عرف إذا كان nouveau постتور نحن نتعرف على بعض الأنواع منهم أول نوع فيهم يقول علي Servile Context Listener يعني ايه؟ يعني أول ما الApplication يعمل حاجة معينة ده أول نوع Servile Context Listener بيتعامل زيال Listener بص معي بقى أرضو تركز معي Clicking Mean New Asheras وهقول له هنا Web Application Listener وهقول له Next هايقول لك ايه هي اسم الClass يبقى اتطبح اللي listener عبارة عن ايه؟ اللي listener عبارة عن Class اللي listener عبارة عن ايه؟ Class خد بالك بقى listener يعني يسمع لحاجة معينة يعني ايه؟ يقعد يسمع هل الحاجة دي حصلت؟ لا لو حصلت ينفس الكود بتاعك ما حصلت شيء خلاص صح؟ لا تمام؟ كمان اول نوع اهو هسمي Class اسمها مثلا ايه؟ Connect Data Business Listener ماشي كده؟ طيب اي نوع حطها في باكش اسمها ايه؟ listener يبقى ابني فشل بتاعك هيبقى في بيانات وهيبقى في فلتر وهيبقى في سيرفلت وهيبقى في ايه؟ listener انواعهم ايه؟ بص 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 context listener اهو هنتكلم عن دين دلوقت كنتكست ايه؟ listener ايه كنتكست listener ده؟ listener يستطيع ان هو يعرف اذا كان الكونتينر اشتهل ولا لا ويتنفذ مرة واحدة لان الكونتينر بيشتغل مرة واحدة وبيروح يحط ال listener ده فين؟ وصلت اهو finish يبقى اسم ال class اهي واقول له finish ايه اللي حصل؟ قبل اي حاجة روح كده في ال word.xml هكيقى في الجانبه هنا وبابليكيشن listener اتحطاه نوعه ايه؟ server الكونتكست ايه؟ listener هكي؟ يفتحه كده هو عبارة عن ايه؟ listener عبارة عن class بتعمل implemental interface اول listener من نوع ايه؟ server الكونتكست listener طبع الكلاص بتعمل implement يبقى لازم اعمل override هو عمل لك override اوه في مثل اسمه ايه؟ context initialize اول 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 ما الكونتكست يتعمل يعني في الاول خالص في الاول ايه؟ خالص انه يحصل ينفذ هزي المثل ينفذ هزي الايه؟ المثل طيب بيكاخد object من نين؟ من event اسمه server الكونتكست event اقول ثاني يبقى اللي استدر ده؟ بيتنفذ بيتنفذ اول ما الكونتكستر يشتغل ويبتدي يعمل الكونتكست فانا بقول له والنبي اول ما تعمل بقى الكونتكست ايوه اعمل ايه بص الـ event اهو جد server الكونتكست هتهول هتهول ويعمل ايه؟ ممكن اقول له 6 attribute صحة او لا عايز انا بقى اعمل هنا على الـ database يبقى اذا الـ listener بيسمع حاجة معينة لو حصلت الحاجة دي ان ينفذ الكونتك اول نوع اول نوع بتكلم عليه اللي هو الـ server الكونتكست ايه؟ listener server الكونتكست listener هو نوع من الـ listener في الـ ee بيروح يشوف الكونتينر اشتغل او لا طبعا الكونتينر اول ما بيشتغل بيعمل الكونتكست فانا بقول له معلش بقى في الاول وانت بتعمل الكونتكست ابقى اروح هروح هنا اهو اعمل الكونتكت على الـ database وبعد كده اروح نحطها في الكونتكست صح اذا لا كمان نعمل الكونتكت على الـ database ازاي كما احنا عملينها اهو معايا شباب اهو ادي الـ login اهو يروح يحمل الـ driver ويعمل الـ connect to database ايوة ويعمل statement وصلت اهي يوم رايح ادي الـ try وادي الـ catch ويقول له exception اجي exception اهي ايه ويروح هنا اهو 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 اوكي ماشي اوه عمل object اوه يحط بقى statement statement اهيه STMT بيساوي نوع هي الاول هتبقى بنوع طبعا في المثلت لما تتنفز ايوة هتعمل الـ statement اهيه طبعا هتعمل ايه اهو هتحمل الـ driver وكل حاجة زي ما هيه وبعد ايه هتقول له ايه بقى الـ event اللي حصل اهوة ماشي كده اهوة ماشي كده اهوة كده ايه وماشي كده اهوة وماشي كده اهوة وماشي كده ماشي ماشي كده اهوة ماشي كده اهوة واصلت الفكرة وهنا بيقول له غلط ليه لانك انت معرفها مرتين خلاص معرفها مرة يبقى انتهينا واصلت الفكرة ماشي ماشي نشوف نشوف لو فيه error ولا لا كان فيه بس قوة قص لاقص افنح فحنا عملناه وخلاص reformer كده تمام معاه شباب يبقى اذا اول ما يشتغل هيروح ينفذ الليسنر ماشي يعمل connection هو على database ويقوم السيرفر اي سيرفر يتبقى عايزة connection ديا او عايزة statement ديا اللي الليسنر عملها يروح يعمل ايه يروح يقول له هاتلي context هاتلي attribute ومع ذلك ينفذ الجملة اللي هو ايه تعالي هتشوف اهو نشتنا معايا هروح على login run اهو 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 وصلت الفكرة عايزة مريك حاجة كده بسكنا معايا بسكنا بسكنا كلين بسكنا هروحنا اهو بسكنا نحن د being in the listener ويقول له اس out listener تقوم بمقاعدة و يفعل الرفاق على ريدي بلوي و يذهب و ينفذ الاجب التالي يعني قوم بعمل و قبضة licence تعددها باستحل حتى انا بقول لك ايه اللي سنر ده مش بيتنفذ لما يجي ريكوست مش بيتنفذ لما يجي ريكوست بيتنفذ لما الابليكيشن يشتغل لما الكنتينر يشتغل وصلت الفكرة وصلت اهو تعالي انا بس حابة اعملها لك عشان يثبتلك ايوة اللي هو فعلا بيتنفذ من غير ما يجي ايه ريكوست طيب وده افضل طبعا ده افضل في الحالات دي دي تفهم الكنيكشن عندتها بيز مرة واحدة بس في الابليكيشن ايه بتاعك هل فيه انواع تانية من الليسنرس انا حبيت اشرح الليسنرس في الابليكيشن ده على طول بحيث ان انت ايه تبقى الموضوع كله واحد طيب انا في البروجيكت ده شرحنا كلك حاجات مهمين شرحنا ازاي نعمل لوجين من خلال السيرفلس شرحنا الداتا بيز اللي اسمها الدربي داتا بيز وعرفنا جمان ان انا ممكن استغل الفلتر في الموضوع دول وشرحنا بداية الليسنر بداية الايه الليسنر واخدنا نوع واحد اللي هو ايه سيرفلس اللي بيتنفذ اول ما الكنتيكس يتعمل او معنى صح اول ما الكنتينر يشتغل وصلت الفكرة يا شباب قايد بكده يبقى احنا يعني خلصنا اي 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 تقريبا خلصنا السيرفلس ناقص بس ان شاء الله فيديو واحد حاجة اسمها الليسنرس هتقولي كما احنا شرحناه في البروجيكت لا فيه انواع تانية برضو مهمة في الليسنرس هنخليها في الفيديو اللي جاي باذن الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة